موسيقى شو بتقول لأفلك لمواليد الثور بالأسبوع الثاني من شهر شباط فبراير 2023 إلنا عزيزي أنه بالأسبوع الأول لح تكون شوي في معاكسات ولازم تهتم بصحتك وإن شاء الله ما يكون صار شي وإلنا لح تكون مدعوم من بعض النعفزين بس بدي أقول أنه الأيام المناسبة بتبلش بهالجمع بين الثلاثة سبعة والخميس تسعة مثل ما قلتلك هالأيام مناسبة جدا فاستفيد منها وقوم بزياراتك أو اتصالاتك وما تأجل الوعود بتستمر فاعلة للثبت السبت 11 ميركور بالجدي بيسهل قدامك المهمات وبيتنغم مع فينيوس بيها الفترة الموجود بالحوت هالشي بيشير لتطور بأعملك ولقيقاع أسرع من السابق وأفكار بالنيقة بتخليك تحسن بالأداء تتاح لقلك فرص جيدة جدا إذن بهالأسبوع شرط أنك تضبط أعصابك وما تاخد قرارات عشوائية بس بعدين ميركور لحيلطقي ببلوتون بين الجمعة والسبت حتى يشير لاتصال اجتماعي جيد وعلاقة عاطفية تتبلور بهالأسناء لقلت بس لأنه خروج ميركور لدلو بتاريخ 12 بده يعكر عليك صفو هالأجواء ويدعيك للتروي وعدم المجازفة خاصة وأنه مارس اعتبارا من تاريخ 12 بيدفعك لبعض المشاريع الكتير جسورة أو كتير شجاعة حتى ما أقول متهورة بس بيشير لموقع مهم بعملية كبيرة وإنسانية بتتوفر لك وبتستدعي جهود مضاعفة بتدلك حافظ على علاقاتك مع بعض النافذين لأنه هي لح تخدم كتير مصالحك خاصة بين الأحد 12 والثلاثة 14 وحرجع ذكرك بين 12 والثلاثة 14 الفترة معاكسة وإذا بدك تعرف كيف والهيش بدك تسمع وتشترك بالأب كل يوم كل يوم بتسمع برجك بصوتي إذا الشي بريحك ما بعرف إذا لا ما ما تشترك بس إذا بترتاح إنك تسمع برجك كل يوم بالتفصيل يعني كل يوم بيجيك شو لازم تعمل بها نهار وفي كتير هيك بيحبوا إنه نسمعوا برجون كل يوم قبل ما ينسوا بقولولي وكش كل مرة بنا نرجع نشوفه ننسى ففيك تعمل هيك إذا بدك ترجمة نانسي قنقر